بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت سيدنا على رسول الله وعلى عليه وصحبه اجمعين شباب هنتكلم تحت لواقع tips for managing project files زي ما ثبت تلميحات نصايح الناس اللي صممت البرنامج بتحول تديها للناس علشان تخبالها من هاني واحدة من ضمن اهم النصايح دي اجي مع saving on local hard drive لو انت شغال على project بلاش تحفظ من البروجيكت بتاعك على مسلا تعمله على flash وتبتيت احفظ من عليها احفظ من على local hard drive بدع ال bc او اللابتوب اللي انت شغال عليه النصيحة دي اجي مع بواجن عام مش لازم يعني مع اي برنامج بتاكشل لو انت شغال اي اي برنامج تحت بيئة مايكروزوفت تحت بيئة windows عموما احفظ شغلك اول باول عامة ال hard drive بالاش بلاس وانت بتحفظ يعني اتمام داية الجانب الجانب التاني ان لو انتها كنت تعمل شيرنج للكونتنت بتاعك معادي احدا من حضراتكم ناوي يشاير الكونتنت بتاعه لحد تاني من الناس فيفضل ان انت تكفل وتخليه ملف مضغط تخليه زاد اي بي لان هو هنا بيبتدي يبني الكونتنت بتاعه اه باكتر من حاجة يعني انت ممكن طبعا تستعرض تجيب صور تجيب حاجات مختلفة فهو بيحاول اول ما بتيت اعمل بروشكت بيعمل بتليعمله هو فولدر اوتوماتيك اللي فيه في السي فبيحاول يجمع لك الحاجة بتاعتك ديت فانت بتروح عند الفولدر بتحاول تضغطه تخلي زاد اي بي وتبتيت تدي مثلا نوزعه البعضين هم يديه للنوويين يشتغلوا عليه فبفضل انت تبتيت تضغط الكونتنت بتاعك او الفولدر اللي في البرجكت بتاعتك تضغطه قبل ما تخليهوش مفتوح يعنى عشان ما تحصلش في حاجة وعموما بشكل عام ضغط المرفض مفيد وبيحاول يحافظ عليها بعيدا عن اي حاجة تانية الجنة بخصوص الباص المصاري يا جماعة لو انت كنت نوى بتعمل بابليش خد بالله هينا ان احنا نشغلين كده كده تحت بيهة ويندوز فويندوز بتحمل لك اه ميتشن هو اول شركة عموما بتقول والله اخري في الباص المصار بتاعك اللي هو المصار بتاع الاسم يعني من سي مش عارف بروجرام فايلز مش عارف ايه اه 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 ويندوز مش عارف لغاية متين وستين كاركتر لغاية متين وستين حرف لو زاد حرف واحد يعني بيجي متين واحد وستين اه لو انت بجيش تعمل بابليش هتلاقي ان في بلاش تحطي لي المصار في فولدرز والفولدرز الدي من بديه تسميهلي باسم عربي مش عارف منوعات او بتسميه شغل الكلية لا بقى خلي اسمي البغشنزي بتاعك انجليش يعني تريحني وتريح نفسك علشان القصة بتاعت البغسز والكستنشنز والكلام ده ممكن يعمل لك شوية مشاكل والله فخليني دايما على القصة بتاعت انجليش افضلك يعني وانت برضو بتحاول تريح دماغك لان اللغة العربية برضو مش مدعومة بشكل كامل على بيات انظمة التشغيل فضلا عن البرامج الجديدة فبرضو مش مش بتاديها صبورت كامل عغم ان فيها يونيكود او فيها فيها الترميز بتاع الوت اف تمانية بس برضو مش بتتعامها بشكل اه كامل فبيفضل وانت بتبطي تعمل ببلش جماعة تحطها على اكستنشن اي سف تحط الفولدر بتاعك على مصار كله كله ايه كله اجنبي مسلا زي بروغرام فائلز مش عارف ديسكتوب اسم الفولدر بتاعك اخر المصار بتاعك بيكون متين وستين كاراكتر متين وستين حرف تمام بعد كده الامور هتبتطي تكون اصعب اه شوية ده بخصوص الملاحظات العامة اللهم بيحاولوا يقولوها عشان اه تساعدنا واحنا بنبتدي نعمل ببلش وبلد للبرش جكتب تاعنا اه سبحانك اللهم ربنا وابي حمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة